أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بحضور وزير الصحة وسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلاة إلى جانب دعم منظمة التأمين الصحي الشامل وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التواطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما ثمن رئيس السيسي دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مزلط 100 مليون صحة والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبيدي الفيروسيسي فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي